مرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة لفي كيفما تعودوا في كل يوم عن الأخبار الحصرية والجميلة اليوم باش نحكيوا على تسريحات وزيرة الداخلية توفيق شرف الدين وكيفما تعرفوا خاصة بعد تشكيل الحكومة الجديدة بدأت في العمل ما شاء الله رئيس الجمهورية هو موش مقصر نهائيا ومنذ أعلان التدابير الاستثنائية ومنذ أعلان تفعيل الفصل 80 يوم 25 جوليا رينا رئيس الجمهورية قاعد يحارب في الفساد وحده ونحن نعرف أنه هي مسؤولية كبيرة كبيرة جدا ما دسمهوش معدها اللي قاعدين يفلموا عليكم من ورد الشاشات أو اللي براشوكات اللي قاعدين يخدموا بيهم واللي قاعدين يشوهوا في الرئيس واللي حرضوا عليه ما خليهوا ما عملوا الرئيس أخذيه مسؤولية كبيرة جدا على عاتقه يخذيها وحده وخاطر على خاطر الشعب وثقة في الشعب برشا وثقة فقط في الشعب ما عندوش ثقة في حتى إنسان آخر وأي إرادة شعبية وأي مطالب للشعب هو حققها حققها رغم أنه في ظرف صعي برشا في ظرف أخطير برشا هو في ظرف أخطير والبلاد في ظرف أخطير أيضا إن شاء الله ربي يسترنا ويحمينا وإن شاء الله ربي يستره هو زيد ويحميها لأن نضحها على خطرنا وإنسان كيف هكا مستحيل نسلموا فيه بل بالعكس نفديوه بروحنا كان الخوانة بطبيعة الحال اللي أنا جميعنا حسابهم ودي ما تعرفوني وخاصة اللي يتابعوا فيها على جميع القنوات يعرفوا اللي أنا كذباب الأزرخ اللي يقولوه ما نحسبوش نهائيا ودي جاء حتى في اللي شانمتها ينعدي ديريك دي البوبيل لعندو حق في كومنتيغ لعندو حق في أنه يشتبع ويقول أو يعطي حتى رأيه مجرد رأيه ما يهمنيش إن شاء الله يبدوش مليار بيش تفرجوا فيه ما عشيش بيكم ديريك دي نعديكم بلوكاج البوبيل نخلي كنا الإنسان نظيفة والإنسان النزيهة والوطني وما نقبلو حتى حاجة حتى ولو كان نقد بناء ضد رئيسنا أنا شخصيا ما نقبلوش وبروه كله حتى هذي مستبدة وقولوا لي تحبوا عليه أنتوما لأنه كلمكم ما يعنينيش أنتم أصلا ما تعنيونيش وكما نقول ونعاود نفسر أنه فما أتباع وفما أنصار أنصار هما الوطنيين اللي يمشيوا بيش الفلوس اللي يطلبهم الوطن بتاعهم ويمشيوا لتلبية طلب الوطن وليحماية الوطن ورئيسهم وفما الأتباع اللي يمشيوا بعشرة وخمسين اللي يمشيوا بكسكروت وليمشيوا شوية دقلا وشوية بانان كل موسم وقسمه مع ندارتوما فاهمين المفيد هذوكم الكلام نحسبوه مش أنا ولا عبارة دي جاكي نحكي نحكي على الشعب هذوكم هم الشعب الحمد لله قلنا أنه رئيسنا وقف وقفة قوية برشا وصلبة برشا وتحديهم ومرخش رغم الضغطات الكبيرة جدا ورغم الخيانات الكبيرة جدا ورغم محاولة اغتيال للرئيس الضغطوا عليهم بالطريقة خبيثة التجئوا إلى البلدان يحبوا يسيطروا عليها معنطا من طريق الاقتصاد يقول لك نخوفوشي لعلا وعسا يخاف على الاقتصاد يعاود يرجع لقاوها رئيس صلب ما ينجم يحركوا حتى يجب بلميه الزكريح برافو نقول ديما يرحم الميما اللي جابت هذي التربية وهذي الأصول وهذي النزاهة وإلى لوح يا حسرة على الرجال هكا اللي خاف على تونس سابقا بن علي خدمنا رهو خدمنا بالباهي وأحنا اللي غالطين اللي خرجناه وندمنا عليه ريتوا بعد وهو ما جينا حتى واحد يصلح وتوى الوحيد اللي حبنا ربي يمنعنا هو رئيسنا قيسة سعيد اللي ذلك حافظوا عليها ومتحاولوش تخسروه لأنه إذا كان خسرتوا رهو تقعدوا أنتما تزمروا هاكا يجبت لكم من لخر وعال لخر المفيدة حابنا نقوله أنه رئيس الجمهورية بديت تخفى عليه المسئولية شوية والضغوطات الكبيرة برشا بعد تشكيل الحكومة لأنه بتشكيل الحكومة تنج متعاونه كل وزير بش يقوم بالمهام امتعه اي نعم وتوفيق شرف الدين قاهر دي ما نقوله قاهر الفيسي دين اللي كان في المنظومة سابقا نحاوها عليش نحاوها لأنه لقاوها وطني إنسان شريف ويختم في بلاده ويغار على بلاده ويحمي في رئيسه وقال لك ليه هيدا مش مشي معنا في نفس النساق اللي ماشيين به احنا إنسان هيدا نظيف برشا وميساعدنيش احنا يزلنا واحد مرمد بش يساعدنا يزلنا واحد عميل يزلنا واحد مصخ كيفنا بش يعمل هيدا راهو ميساعدنيش وهيدا بش يوقفلنا العمل وبش يحطلنا نفسه في العجلة وهيدا كاللي صار لعبوا بيني دي بعضهم وطلعت القرارات اللي تنفذها لو ذينية ينفذوها مثلا ويتكلموا فالكالبي بإيقالة توفيق شرف الدين لكن رجع من الأبوي بالكبيرة ورأسه مرفوعة والناس الكلة تتمنى إنه يرجع لأنه نعرفه شريف جدا ويعطيه ألف صحة رجعه بكل قوة وبكل صلابة قال أنا ما عنديش مشاكل شخصية راهو ولا جاي نصفي في مشاكل شخصية لكن سوف نقضي على الفساد نهائيا من قلبه معانتها مش مش نخليه حتى فاسد وحتى فاسدة وبدون استثناء مهما كنت مهما كانت الطبقة متاعك إذا كان غالط وعندك ملفات فاسدة تثبت إيدي تكراه بشيكون السجن هو مكانك الأنسب وهذا اللي طالب بالشعب أيضا لأنه الفساد هو اللي غرق في البلاد الاحتكالي يغرق في البلاد السرقة تغرق في البلاد معانتها هم دجال كبسات اللي عملوها المرة الفارتة وخدمة ديوينة شوية مليارات مليارات فلوسنا مهربة والحمد لله تم استرجاحها اليوم احنا فرحانين بارشا بتشكيل الحكومة الجديدة حكومة مزينة بارشا قاعدة تخدم على روحها منذ أول يوم من التعيين بداية العمل بكل صالبة لجميع المزراء قاعدين رأوا فيهم يخدموا بكل صالبة على غيرارهم وزير الداخلية اللي يقوم بزيارات فجئية لعدة أماكن حتى في يوم واحد تلقاهي زور أربعة خمسة ستة بلايسة فجئية معانتها زيارة وهذه كأحسن العمل اللي يكون هكيكا ميكونش في بيلو بيك جاي بش أندي فجأة تشوفوا قاعدة تبق في القوانين اللي قلت عليها وقال لي فما خيانة ما فمش خيانة فما تطبيق صارم وقال لي بغافو هذا كان يعمل فيها بن علي سابقا الحمد لله المنظومة قاعدة تتصلح بشوية بشوية بش نقفو على سقينك أنا غيراره أيضا وزير الصحة على مرابط اللي وقف للصحة بغافو قلوا له هتيك ألف صحة كيف كيف حتى اقتصادين قاعدين يخدموا وبإذن الله عز وجل بش يلقاوا حل موش قاعدين وبش يلقاوا مستثمرين حتى من البلدين الشقيقة عنا بلدين قوية جدا بإذن الله ما حاشنش بي بلدين أجنبية للاستثمار لأنهم هما ما همش قاعدين يعتبروا فيه استثمار قاعدين يعتبروا فيه استعباد في بلنا أحنا بش يستعبدونا هما كيف يستثمروا معنا ليه ما حاشنش بي كما قال رئيسنا بش نخدموا مبعضنا مرحبا في كنف الاحترام المتبيد اللي كان بش تعبدونا مش تعبدونا عبيد عندكم ليه أن تساوي ما حاشنش بي استثماركم ما حاشنش بيكم أصلا رئيس الجمهورية واحد ويكفي والأعضاء اللي معاه حتى تشوفوهم شنا وبش يعمل وزير الداخلية يقول لن نسمح لأي شخص بالمساسة من هيبة الدولة أو منشرف المواطنين أو المسؤول الأمني برافو هيدا اللي قاعدين ننتظروا فيه هيدا اللي نحبو نسمح ورحات الأمنيين فيهم برشا مظلومين لأنهم حتوا كل الأمن المويزي متاعهم كما قلت الكمراء ويحبو يشوشوا بين الأمن وبين المواطن يحبو يقولوا هكو الأمنين يعنفوا فيهم ويقتلوا فيهم وقلوا هو رهما هوش الأمن هيدا بشيكونوا في بيل كمراء وأمن مويزي فقط لضرب الشبكة الأمنية والثيقة بين المواطن وبين الأمن هكو مقاعدين نتروا في المنظومة متاعنا جديدة وينو الأمن المويزي متاعهم ما فهم ماش يرتوش لشخص يتعنف باللي عملوا عملوا مظاهرة بل بالعكس هما اللي تعنفوا هما اللي تعنوهم بسكين هما اللي صار فيهم الأمنيين فهمتوا كيفيش حطوها في بيل كمراء هذيك أمن مويزي موهش الأمن المتاعنا الأمن المتاعنا مستهل حتى لو كان صاعد معاك وكبسة معاك وهذيك معنط العمل المتاعه يفرض عليك مش بشي تسامح مع الناس الكل لكن مستحيل يوصل يصح لك أو يقتلك كما عملوا في عهد المشيشي وهذي لازم يتحاصب عليها المشيشي قبل للناس الكل هيك الصغير اللي التسحال أنا شخصيا منسيتوش اليومين هذة فما بالك هو نفسيتو كيفاش واللهيك ثلاثة الشباب اللي تقتلوا في ممباش جمعة هذيك الكل في عهد المشيشي ريتوها المنظومة كيفاش تعديوه على الأمنيين لكن بإذن الله توحت الأمنيين حقوقهم مضمونة أكد وزير الداخلية توفيق شرف الدين يوم الأحد 17 أكتوبر 2021 خلال زيارة أده إلى ولاية القيروين بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أنه لا يتم السماح لأي شخص بالمساس من هيبة الدولة أو من شرفها أو من اعتبار المواطن أو المسؤول الأمني برافو وقال الوزير في تصريح أعلامي من أبرز الأولويات على رأس الوزارة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء والعمل على اجتثاث الإرهاب بعد أن قطعت الوحدات الأمنية أشوة كبيرة في مكافحته ولم يتبقى إلا القليل لإنهائه إن شاء الله يا ربي وخدمتكم جبارة بالمنجد وأضافها لن نسبح لأي شخص بالمساس من هيبة الدولة أو من شرفها واعتبار المواطن أو المسؤول الأمني متابعا الوزارة تعمل على فرض الأمن لبث الطمأنين في صفوف المواطنين بكامل تراب الجمهورية المؤسسة الأمنية دائما في خدمة المواطن ونريد أن يكون الشعب آمنا ومطمئنا وله روحة معنوية على ياريتوه الأمن لخلفين من أنتم تقولوا يسحل فينا ويضرف فينا وخيرا وليش نحكي على الأمن الموازي نحكي على أمننا أحنا حتى لو كان في تحقيق تصير مرة ولا حاجة لكن في وقت اللازم ووقت اللي يرهاب ولا حرب ولا حاجة وشكون يلقي صدروا للكرتوشة قبل الناس الكل هو الأمنين هذيك عليش ديما نرعيو برشة ظروف ونقولولهم يعطيكم الألف صحة أحنا في ديارنا ركشين على البرد وهما يعلم بهم ربي في شويرة علي تأمين حياتنا ونقولولا إن شاء الله رب يعاونكم ويعوض عليكم وحول ميلف إرجاع السلطة المحلية تحت الإشراف المباشر لوزير الداخلية قال شرف الدين الموضوع لا يزيل قيد الدرسة والاختيار الذي سيتم اعتمده وسيرعي مصلحة تونس والشعب لا تنسوا شيئا لايك واشتراك وتفعيل الجرس ونقولكم باي باي